نروح بقى للزمالك كل شوية يقولك قلق بسبب الوينش الوينش اتعور مرة رجع راح متعور تاني فقعد الوينش تريبا بقاله سنة ونص فكل ما يجي ينزل الناس تخاف خايفين لو يتعور تالت والتالتة تبتع فكل شوية يقولك يرجع طب يلعب مطشاته للأول طب هندخله المطش اللي جاي الغد الوقتي الوينش عشان يكون حقاني ومنصف الوينش راجل جدا والعيب يعتمد على القوة والسرعة والجامب والتاكلينج كل ده محتاج ان انت تكون سليم مليون في المية لان المهارة مش كبيرة لكن القوة والسرعة هو اللي بيعتمد عليها هذا المكان وهو مكان السيرتباك فلابد ان انت تكون واقف على رجلك بدنيا قوي جدا ما تخافش من الالتحامات لان مكانك طول الوقت فيه الالتحامات فنشوف الدنيا رايحة لفين بإذن الله بالنسبة لمشالك يقال ان رئيس نادي احد دخل في احد البرامج يعني ابتدى يتكلم على ميشالك جماعة ميشالك مع كل احترامه التقدير لرئيس نادي احد هو في النهاية يعني عايز يدفع عن الصفقة اللي ادهه للزمالك الصفقة محدش بيدفع عنها الا من خلال اللعب نفسه في الملعب اللعب مش عايز يمشي على فكرة في يناير وقال لك انتو لازم تدوني فرصة وانا لسه ما تأقلمتش وما خدتش فرصتي كاملة وكلام من هذا القبيل اللعب قد يكون اللعب جيد بس اللعبه مش لايق على الزمالك او مش قادر يكون لايق على الزمالك حتى تحس ان هو بيلعب حتى في مطش المصري تحس انه محبط تحس ان القرى بتضيع منه مش عارف ليه بتضيع مش عارف يصنع لنفسه حتى قرى واحدة طول المطش يعدي واحد اتنين تلاتة تحس ان الدنيا ندعت شوية مش راضي تندع لغد دلوقتي مع ميشالك